أهلا بكم مع أخبار رياض عبر سمو الأمير علي بن الحسين خلال حديثه للإعلاميين يوم أمس عن فخره بجميع الكوادر التي ساهمت في إنجاح استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن السبعة عشر عاما المزيد في التقرير التالي عبر سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عن فخره الكبير بنجاح منديال السيدات لكرة القدم تحت سن سبعة عشر عاما والتي اختتمت مساء الجمعة في عمان وأيضا عن الإشهادة التي لاقتها البطولة من كافة الأوساط الرياضية العالمية ووجه سمو الأمير علي خلال لقاء جمعه مع عدد من الإعلاميين شكره لكافة الذين شاركوا بإنجاح الحدث من لجنة منظمة محلية وكافة القطاعات والجمهور والشعب الأردني كافة وأكد سموه أن بطولة كأس العالم للشابات يجب أن نبني عليها لمستقبل الكرة الأردنية وتحديدا السيدات الذي يرى فيهم مستقبلا مشرق مشيرا إلى أن المنتخب الذي شارك في المونديال كانت مهمته صعبة وذلك بمواجهتهن منتخبات عالمية ولكنهم استفادوا الاحتكاك والخبرة وأضاف سموه أن المرحلة المقبلة ستكون لتطوير كرة القدم الأردنية واتحاد الكرة ووضع البرامج الكاملة للمستقبل لتصبح كافة الأطراف التي تعمل في اتحاد الكرة على نفس المستوى وبما يخص منتخب النشام الأول أكد سموه أن العمل جاري لتحقيق أهداف جديدة مع المنتخب ونتائج تلبي الطموح وأن المدرب على سوية عالية سيقود المنتخب في الفترة المقبلة ولكن لا زالت الخيارات المطروحة أمام الاتحاد قيد الدراسة وأشار سموه إلى أن التعاقد مع مدرب أجنبي سيفيد المدرب المحلي بالخبرات ودائما ما يشجع اللاعبين السابقين في الكرة الأردنية بأن يصبحوا مدربين وبهذه الفترة لا بد من وجود مدرب خارجي ويجب أن يتابع مباريات الدوري منذ البداية حتى يستطيع أن يختار اللاعبين المناسبين للمرحلة المقبلة وقريبا سوف يتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد للمنتخب وبما يخص الدعم الذي تتلقاه الكرة الأردنية أكد سموه أن اتحاد الكرة يحتاج إلى مساعدة مستمرة من الحكومة مبديا تفاؤله بوزارة الشباب وكافة القطاعات الحكومية التي تولي الشباب والرياضة اهتماما مشيرا إلى الدعم من القطاع الخاص لكرة القدم الأردنية وفي حديث خاص لرؤية أكد سمو الأمير علي على أهمية تحضير المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها المشاركة في المحافلة الأسيوية المقبلة والله الحمد لله بارك الله في شاباتنا والمسلمة التي قدموها طبعا صعبها أول مرة بلعبوا مع الفرق العالمية لكن هذا مبشر خير للكرة النسائية ولا الأردن ككل نشكر الأردن وكل جمهور الأردن اللي شجعوا هالبطولة وأيضا أنه ورجعنا الوجه الحقيقي للأردن للعالم ككل طبعا الموسم إن شاء الله تكون جيدة وإحنا بنفس الوقت من خلال كأس العالم تحت سنة 17 أخذنا الفرصة أنه نهيئ كل الملاعب في الأردن اللي صلها من ستينات والسبعينات ما كان فيه تغيير عليهم الآن صاروا على مستوى عالمي وهذا رح تخدم الأندية في الموسم القادم وللمستقبل بنسبة للمنتخب الوطني إن شاء الله كل خير عم نضع برنامج الآن لإعدادهم وإن شاء الله تبدأ التصفيات بيكونوا بشكل جيد إن شاء الله من جهة ثانية وجهت الأمانة العامة لاتحادي كرة القدم الدعوة إلى أنديات المحترفين لحضور الاجتماع الموسع الذي يعقد مساء الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم ويخصص الاجتماع لاستعراض الجوانب المتعلقة بالترتيبات الخاصة في مطولتي الدوري والكأس ومنها ألية صرف البطاقات الموسمية لضيوف الأندية وشرح طرق التعامل مع روابط الجماهير فيما يتعلق بما يسمح للجماهير بإدخاله على مدرجات الملاعب طيلة مباريات الموسم بالإضافة إلى العديد من الأمور المهمة ووجهت أيضا الدعوة هذه اللجنة إلى رؤساء الأندية وأمناء السر كما طلب أيضا تسمية ممثلين عن روابط جماهير الأندية لحضور هذا الاجتماع قررت لجنة ترخيص الأندية باتحاد كرة القدم منح أندية الوحدات والأهل وشباب الأردن الرخصة الأسيوية هو حرمان ناديي الفيصلي والجزيرة من الرخصة الأسيوية وتحويلهما إلى نظام الترخيص المحلي لعدم استكمال الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك وبحسب لجنة ترخيص الأندية فنحق للأندية الحاصلة على الرخصة الأسيوية المشاركة في بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وهي دور أبطال آسيا وكأس الاتحاد الأسيوي فيما يحق للأندية الحاصلة على الرخصة المحلية المشاركة في كأس الاتحاد الأسيوي وللموسم الحالي فقط ولن يتم العمل بها في الموسم المقبل إلا بالحصول على الرخصة الأسيوية عقد نجم المنتخب الوطني ولعب الوحدات السابق محمود شلبايا مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة اعتزاله التي ستقام يوم غدنا ثلاثاء وسيواجه فيها فريق الوحدات فريق الجزيرة تكريمنا لمسيرة اللاعب الطويلة في الملعب مع اقتراب موعد مباراة اعتزاله اقام النجم محمود شلبايا الملقب بالسقر والهداف التاريخي لفريق الوحدات ومهاجم المنتخب الوطني مؤتمرا صحفيا للحديث عن مهرجان ودعه لمعشوقاته كرة القدم وعبر شلبايا بكلمات بسيطة عن حزنه لهذه اللحظة ولكنه فخور بما قدمه خلال السنوات الماضية كان فيها مهاجما قناصا دون اسمه من ذهب في تاريخ الكرة الاردنية ووجه شلبايا شكره لكل من ازره في مسيرته الكروية وايضا خلال مهرجان اعتزاله الذي سيقام الثلاثاء المقبل بين فريقين الوحدات والجزيرة على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقوسم اكيد لحظات صعبة يعني هاي نهاية مسيرتي يعني فأتمنى اني اكون اني قدمت كثير لبلدي ولا نادية وان شاء الله تكون نهاية سعيدة بس هي مش سعيدة زياد شلبايا عضو مجلس ادارة الوحدات اكد ان النادي يسعى لتكريم لائق لمسيرة شلبايا الكبيرة وانه لن يتخلى عنه كما هو حال باقي نجوم الوحدات وسينضم شلبايا للكوادر التدريبية في الوحدات مستقبلا ها هو شلبايا يتحضر ليوم اعتزاله منتظرا جماهير الكرة الاردنية في يوم الاعتزال لتبادله الحب بالحب اشتركوا في القناة